وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية بمبان بحري لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وضمت القافلة ثمانية تخصصات مختلفة بالإضافة إلى معملين للدم والطفيليات والأشعة وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسوان لإجراء العمليات الجراحية القافلة النهاردة معنا بتضم اتنين أشعة أشعة العادية والأشعة التلفزيونية عندنا اتنين معمل معمل التفايلات والمعمل الدم القافلة النهاردة بتضم 8 خصصات طبية مختلفة بنبدأ فعاليات القافلة بعمل ندوة أسخفية صحية لسكان البقرية بنعرفهم أو بنتكلم في جميع الموادعات الصحية التي تهمهمهم بنوجههم إزاي حسولها على الخدمة الصحية كاملة سواء في القافلة أو في المستشفى أو في الوحدة الصحية بيتكلم في جميع الموضوع الصحية اللي هو محتقاها القرية القافلة الطبية دعم من سيادة الرئيس والقافلة دي مشوه المرة تاجي والناس مبسوطة تكررت كذا مرة يعني والعلاج بالمجان وهنا القافلة الطبية بتقدم خدمات شاملة تحاليلات وأشعة وعلاج بالمجان وهذه القافلة تتكرر في السنة من ثلاثة إلى أربع مرات فهذا شيء طيب من القيادة السياسية تدعمنا وتدعم المواطنين الغلابة الموجودين في القرية حتى المستشفيات تحول على القافلة والقافلة نفسها تحول على المستشفيات فهذا شيء طيب